اشتركوا في القناة وهي عبارة عن 40 طن من المواد الطبية تشمل معدات لعلاج الحروق والطوارئ الجراحية وجراحة العظام والكسور وكذا أدوية أساسية واستفاد من هذه المساعدات عدد من المستشفيات من بينها مستشفى الأمل بمدينة خان يونس وستساهم هذه المساعدات الطبية التي تأتي في وقت حرج من رفع كفاءة القطاع الصحي في غزة والذي أصبح عاجزا عن مدوات عشرات الآلاف من الجرحى نظرا لغياب المعدات الطبية والأدوية بسبب الحصار المفروض على القطاع للحديث بتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع باسمكم مرحب بضيفي الدكتور لحسن أقرطيط الخبير والبحث في العلاقات الدولية دكتور أهلا مرحبا بك أهلا وسهلا الأخ نوفل إذن بحمد الله بسلاسة بيسر بن سيابية المملكة المغربية تتمكن من إرسال مساعدات طبية عاجلة إلى سكان قطاع غزة 40 طنان من المواد الطبية لم تتأخر تسلمها الهلال الأحمر عفوان الفلسطيني وقام بتوزيعها على عدد من المستشفيات ومنها مستشفيات في خان يونس وما أدراك ما خان يونس التي كانت مسرحا لعمليات عسكرية متواصلة منذ 7 أكتوبر من طرف الجيش الإسرائيلي أثروا هذه المساعدات في هذا الوقت الحساس مما لا شك فيه أن هذه المساعدات تأتي في ضرفية دقيقة جدا بالنسبة للإنسان الفلسطيني ككل على اعتبار أن آلة القتل الإسرائيلية والهجمات المتكررة يوما على مدار 24 ساعة جعلت من ظروف الحياة الداخل غزة أمرا مأساويا بكل ما تحمله الكلمة من معنى وأمام عجز المنتظم الدولي بطبيعة الحال عن تقديم المساعدات الضرورية لسكان غزة بات الأمر الآن أكثر إلحاحا من أجل إدخال مساعدات لذلك في نظري ما قدمه المغرب من مساعدات في هذا الإطار يعتبر بصيص أمل مهم جدا بالنسبة للفلسطينيين خصوصا وأن الوضع المستوى الإنساني والمستوى الاجتماعي هو وضع كاريتي وتجب الإشارة إلى أن هذه المساعدات أو هذه العملية تمت في هدوء وتمت بشكل إنسيابي أنت تشاهد الآن الصور هذه في قطاع غزة لمن لا يعلم الجغرافيا المساعدات المغربية مرت من معبر كرم أبو سالم المعبر الذي فتح والذي مرت منه هذه المساعدات عبر البر سبق مغربي مرة أخرى معبر كرم أبو سالم من بين المعابر التي تعتمد عليها غزة من ضمن سبعة معابر اللي هي جلها مغلق بما في ذلك معبر رفح هذه الشاحنات التي قامت بنقل المساعدات هذه الشاحنات تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني الذي تسلم هذه المساعدات رسميا وقام منذ مساء يوم أمس بتوزيعها على المستشفيات مستشفى الأمل في خان يونس ومستشفيات أخرى أيضا في منطقة خان يونس ستستفيد منها حالة القطاع الصحي في انهيار إذن هذه المساعدات الطبية هذه المكرمة الملكية التي بمال جزء يسير منها بمال جلالة الملك الخاص هذه الأدوية النوعية التي فيها للكسور للحروق أدوية للأطفال على وجه التحديد أدوية أخرى للبالغين وهذه هي الشاحنات الفلسطينية التي نقلتها من معبر كرم أبو سالم وهي صندوق الدواء تتزين بالعالم المغربي الأمور يعني الحمد لله فيها الكثير من المصداقية فيها الكثير من الموثوقية وفيها الكثير من ضجيج وفيها الاستعجالية أيضا على مستوى الوصول ومن ثم التوزيع فهذا يعني الحمد لله إنجاز وصبق مغربي في وقته حرش وحرش جدا وهي تستجيب للحاجيات الضرورية المرتبطة بوضع المستشفيات المرتبطة بالتطبيب المرتبطة بمساعدة الأطفال المرتبطة بتحسين شروط في الحدود الدنيا لأن لم يعد الحديث عن شروط الحياة كما نعرفها في دول العالم الحديث يجري عن شعب يعيش يوميا تحت القصف وبالتالي هذه المساعدات في غالبيتها في جلها هي مساعدات طبية تهدف التقليل من المساعدات والمساعدة مساعدة الجرحة مساعدة الثكلة مساعدة الأطقم الطبية على القيام بمهامهم توفير المواد الضرورية التي لم يعد من الممكن إدخالها إلى غزة وأنت الأخ نوفل تابعت من خلال مساعدات رمضان المساعدة الكبيرة كذلك التي كان قدمتها المملكة المغربية وكنت أنت حاضرا خلال هذه العملية تابعت كيف يستقبل الفلسطينيون هذه المساعدات وتابعت ماذا تشكل لأنه في الحدود الدنيا قلت على أنها هي بصيص أمل للأطفال بصيص أمل للجرحة بصيص أمل لكبار السن وخصوصا كما قلت أن الحاجة هي حاجة حيوية ماسة مرتبطة الآن بالوضع الميداني مرتبطة بالوضع داخل قطاع غزة أشرت إلى خان يونس الذي أصبح بفعل الحرب أثرا بعد عين على اعتبار أنه تم تدمير كل بنى التحتية وبالتالي حقيقة هذا النوع من المساعدات هو يدخل الفرحة يدخل الأمان إلى الفلسطينيين وهي غير مسبوقة بالمناسبة وتمر عبر معبر كارم أبو سالم وهو المعبر البري ونحن تابعنا على أن الدول كل الدول حاولت أن تدخل هذه المساعدات عبر المعابر البرية لكنها فشلت وتابعنا فشل حتى إسقاط المساعدات الغذائية والمساعدات الإنسانية على القطاع عبر الطيران فنعيش الآن على إيقاع فشل حتى الممر البحري حتى الجسر البحري الذي أقمت المناء العائمة لذلك كان لهذه المساعدات أثر كبير لدى الرأي العام الدولي لدى كانت هناك إشادات كبيرة سنعود لذلك ولكن إن سمحت لي يعني اليوم العالم صحيح يعني يتوجه إلى قطاع غزة ودول كثيرة جدا بذلت مذجودات جبارة من أجل إدخال مساعدات غذائية في الأساس وماء صالح للشرب وأيضا مولدات للكهرباء ولكن المملكة المغربية يعني بتوجيهات ملكية سامية تفطنت إلى مسألة الخصاص الكبير والكبير جدا في الأدوية وأريد أن أعطي بعض الأرقام فقط دكتور الحسن نحن نتحدث عن أكثر من 360 ألف شخص لديه أمراض مزمنة داخل داخل قطاع غزة وأكثر من 86 ألف جريح ما يزيد تقريبا ما يزيد عن 90 ألف جريح اليوم خاصة بعد ارتفاع عدد الجرحة في الأيام القليلة الماضية نتحدث أيضا وحسب منظمة الصحة العالمية والمنظمات الفاعلة في الميدان هناك على أن هناك تقريبا 20 ألف حالة حرج تحتاج إلى العلاج الفوري خارج مستشفيات القطاع التي هي في حالة انهيار نتحدث عن طبيب اليوم يريد أن يداوي طفل من حروق أصيب بها ولكنه لا يجد أبسط الأدوية التي بإمكانها أن يقدمها لهؤلاء الأطفال واليوم هذه المكرمة الملكية راعت هذه الاحتياجات التي فيها لا للبالغين ولا حتى لفئة الأطفال والنساء وهم الأكثر تضرورا فبلغة هذه الأرقام نتعرف أكثر على بشعات المشهد ونتعرف أكثر على أي دور يمكن أن تقدموا هذه المساعدات أستاذ نوفل أنت تعرف على أن المنظمات الدولية دقت نقوس الخطر منذ اليوم التالي لسبعة أكتوبر على اعتبار كما قلت أن أعداد الجرحة وأعداد القتلى وأنه تدمير المستشفيات وأن حتى الأطقم الطبية تعرضت للقصف وبالتالي لم يعد هناك أي مكان آمن على المستوى غزة وظهر بشكل كبير عجز المنظمة الإنسانية عن مساعدة الفلسطينيين وبالتالي كان لكل خطوة إنسانية كان لها تأثيرها وأطرها الإيجابي على حياة الفلسطينيين وعلى الوضع داخله خصوصا داخل المستشفيات لأن هذا القطاع أصبح يعتبر قطاع حيوي جدا كما قلت بالنظر إلى أكثر بمعدل يتجاوز 200-300 جريح يوميا وهو ما يشكل ثق الكبير على عمل الإسعاف الطبي وعلى عمل المساعدات الطبية ولا نبالغ نقولها بملء فيه بأن هذه الأدوية ستساهم في إنقاذ حياة كثرة يعني لأن هناك من يتوفى ويموت هناك بسبب غياب إبر التخذير من أجل إجراء عملية هناك من يفارق الحياة لأسباب بسيطة ربما أدوية نراها نحن أنها متاحة ربما تنقذ حياة ومن أنقذ حياة كمن أنقذ حياة الناس جميعا فبتالي هنا ربما تبرز أهمية هذه المساعدات الطبية هذه بكل صراحة حينما يتعلق الأمر بالمساعدات التي تقدمها دائما المملكة المغربية انطلاقا من مسألة أساسية وهو أن القضية الفلسطينية حتى بتجاوزنا للبعد السياسي حتى بتجاوزنا لما تمثله من إجماع رسمي بالنسبة للمغاربة ككل هذه الالتفاة الملكية ينبغي وضعها في إطارها الإنساني وهي حقيقة تعكس هذا القلق المغربي المتزايد مما آل إليه وضع الفلسطينيين ونحن نتابع بشكل يومي لدرجة أن حتى هذه الصورة التي تلتقط يوميا عبر الإعلام أصبح القلق مرتبط في كون أن تصبح صورة عادية وبالتالي نعمل دائما سواء من داخل المنظمات الإقليمية أو المنظمات العالمية على تحسيس الرأي العام العالمي والرأي العام العربي بأن انتدارات الفلسطينيين هي أكثر بكثير من ما يقدم إلى حدود الآن على اعتبار أن الحصار الذي أطبقه الاحتلال الإسرائيلي على كامل غزة ورفضه لدخول المساعدات وهو ما لاحظناه من خلال كيلومترات من الشاحنات المتوقفة أمام بعض المعابر وبالتالي قوة المغرب تتمثل في كون أن هذه المساعدات أولا يفرض المغرب أن يتم تمريرها إلى الفلسطينيين عبر معبر بر حتى لا تتأخر حتى تصل في حالة جيدة ولذلك كان لذلك عمل المغرب على إيصال هذه المساعدات وهنا تحية من القلب لقواتنا المسلحة الملكية التي عبر طائرات عسكرية مغربية ذهبت وأوصلت هذه المساعدات وأيضا لكل من عمل على إنجاح هذه المهمة النبيلة خاصة أيضا وزارة الخارجية التي نفذت التعليمات الملكية وبالإضافة إلى ذلك أيضا الهلال الأحمر الفلسطيني الذي وصل الليلة بالنهار من أجل تحميلها وتفريغها ومن ثم كما يتعهدون اليوم وبتصريحات رسمية بأنها ستشمل كل قطاع غزة يعني حتى مستشوى شهداء الأقصى الذي يستقبل مليون من الفلسطينيين هناك في القطاع سيستفيد أي أن جغرافيا المساعدات المغربية الطبية لن تقتصر على خاليونس أو غيرها تغطي كامل جغرافية غزة ولذلك أعتبر على أن الدول العربية خصوصا لأن في نهاية المطاف صحيح هناك إجماع للبشرية ولكنك أنت المغرب استثناء أنت كسرت الحصار وعبرت عبر البر أنت حين أردت أن ترسل مساعدات بانسيابية عالية وبوقت زمني وجيز وفتحت معبر كرم أبو سالم ولقد شاهدناها بأم أعيننا ولا نريد الإشارة إلى مصادر المساعدات الغذائية التي كانت مصطفى هناك ولكن كان هناك إصرار مغربي على أن تدخل في تلك الساعة وفي ذلك التوقيت وبالفعل دخلت واليوم يكرر ذات الأمر مع مساعدات طبية أنت أمام سبق مغربي لم يصل إليه أحد بكل صراحة قلت على أن هذه العملية الإنسانية هي لا تخرج بطبيعة الحالة عن الدور الذي لعبه المغرب تاريخيا فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية وفيما يتعلق بدعم الفلسطينيين وخصوصا دعم صمود الفلسطينيين خاصة غزة خاصة في غزة في غزة في الحفاظ كذلك على صمود الفلسطينيين بالأراضي 48 بأراضي العرب بمنطقة القدس على اعتبار أن المغرب وخلافا لكل المقاربات التي اعتمدت في هذا الإطار من طرف الدول العديدة المغرب يفهم على أن بقاء الإنسان الفلسطيني هو مرتبط بشروط الحياة ما بالك في وضع الحرب ما بالك في وقت آلة الاحتلال تستمر في التقتيل تستمر في التهجير وتستمر في الضرب آخر ما تبقى من مقومات الحياة على المستوى غلاف وهناك فئات لا تتحمل تماما أطفال ونساء وشيوخ وبالتالي هذه المساعدات وهذه العملية بالخصوص وكما أشرت على أنها هي عملية غير مسبوقة ليس فقط لناحية الحجم المساعدات ولا للهدف النبي الذي بطبيعة الحال من أجله تم تجنيد القوات المسلحة الملكية التي أشرت إلى دورها بل أكثر من ذلك هو لكون أن هذه المساعدات القادمة من الملكة المغربية التي كانت دائما الممون الأول وداعم الأول للقضية الفلسطينية ماديا اقتصاديا اجتماعيا في مجال التعليم في مجال السكن في مجال الصحة في مجال كفالة الأيتام في مجال منح دراسية بمعنى أن المساعدات الإنسانية التي وجهها المغرب دائما كانت مساعدات شاملة وكانت كما قلت ترمي إلى الحفاظ على الحفاظ على الوجود البشري على الوجود الإنساني للفلسطينيين حتى لا يتم تهجير هؤلاء وبالتالي نحن الآن أمام التركيز لوجود الفلسطيني في قطاع غزة في منطقة رفح والتهديد المرتبط يوميا لأننا نتحدث بكل صراحة حتى 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 فيما يتعلق بالقنينات الماء حتى بما يعتبر حاجة لحظية لحظية بمعنى مرتبطة مرتبطة بإنقاذ حياة حياة أناس يوميا بمعنى حتى في هذا المستوى في الحد الأدنى صحيح المرتبط بغياب الماء الحصار الحصار مطبق الحصار مطبق والتضييح وبالتالي لا يمكن ويستحيل أن نفهم ملحاحية وحيوية ما يحتاجه الإنسان الفلسطيني إن لم نستحذر فعلا هذه الضغفية ضغفة الحرب هي كما قال قائل هي أمور تعاش ولا توصل لا يمكن لنا أن نصف الواقع المرير هناك يعني بكلمات أو بعبارات مهما بلغ قاموس اللغة من ثراء ولكن على العموم نحن اليوم أمام خطوة مغربية الحمد لله سيكون لها أثر كبير جدا ولا يفسر ذلك أكثر من فرحة الفلسطينيين في القطاع من مواطنين من عاملين في القطاع الطبي والمستشفيات هناك من العاملين في الهلال الأحمر الفلسطيني الذين هم على احتكاك دائم بهذه الحالات إضافة إلى ذلك أكيد الترحيب الدول الواسع الذي شهدناه من القاصي والداني يرحب بالمساعدات المغربية نتمنى أن تشكل ذلك البلسم الشافي لجراح أهلنا في غزة أستاذ الحسن ونحن نتحدث عن مساعدات إنسانية نعرج على الميدان وفي الميدان يقال بأن العمليات العسكرية الكبرى كما توصف في رفح ستنتهي في الأسابيع القليلة المقبلة هي البطة الإسرائيلية تقول ذلك وبأن الجبهة المقبلة هي جبهة الشمال إلى أين يسير المشهد في غزة أنا أعتقد فيما يتعلق بهذا السؤال ما يحصل الآن على المستوى رفح والمرتبط بطبيعة الحال بفشل إسرائيل في تحقيق الأهداف العسكرية خصوصا وأن الحديث يجري الآن وفق القيادات العسكرية والسياسية الإسرائيلية على أنه تم تقويد 60% من مقومات وقدرات حماس على الاستمرار في الحرب بمعنى أن هناك توجه على المستوى الخطاب السياسي إلى الإقرار أولا بالفشل السياسي بالفشل العسكري بالفشل الاستقباراتي بالفشل الأمني يصاحبه بطبيعة الحال ما يتم تسويق له والترويج له من أن إسرائيل يمكن أن تعلن خلال الأسبوع القادمة انتصار على المقاومة الفلسطينية في غزة هذا الانتصار بطبيعة الحال تمنه كل جرائم الموصومة وفق قانون النزاعات والحروب على أنها جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل وهي جرائم غير مسبقة منذ الحرب العالمية الثانية إلى الآن بمعنى منذ المحاكمات رموز النزية إلى حدود الآن في نفسي الآن نتحدث على أن على أن على أن تمن كذلك أو تمن الذي سيقدمه الكابينيت الإسرائيلي للإسرائيليين وهو أن المقاومة الفلسطينية لم تستطع القيام بعملية مماثلة كتلك التي قام بها في 7 أكتوبر في الشق الثاني في الشق الثاني المرتبط بالشمال أعتقد على أن هناك الآن موقف وإرادة أمريكية بمنع أي حرب بين إسرائيل وبين حزب الله انطلاقا سواء من الضغط الذي يمكن أن تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية على صانع القرار على من يمتلك قرار حزب الله وأتحدث عن إيران الولايات المتحدة قد بدأت وأتحدث عن إيران إما بطبيعة الحال إما أن يتم ذلك عبر مفاوضات إما أن يتم ذلك عبر 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 اتفاق حول اتفاق حول المنطقة وهو عشرنا سابقا إلى أنه أمر جاري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على اعتبر أن إسرائيل الآن وأمام خصوصا وأننا نتحدث على أنه من 7 أكتوبر إلى حدود الآن إسرائيل قامت إسرائيل وجهت أكثر من 21 لواء عسكري إلى إلى الجنوب بمعنى إلى غزة والعملية العسكرية وفق الخبراء العسكريين في الشمال تتطلب إيفاد أكثر من 38 لواء وهو ما يذكرنا بحرب 2006 وبالتالي إسرائيل لا تمتلك القوة العسكرية الآن ولا تمتلك الإمكانات العسكرية التي لست تسمح لها هذا السيناريو أكثر صحيح مع حزب الله لذلك في نظري المسألة الشمال هي فزاعة الآن يستعملها بن يمين نتنياهو وهو لعب كثيرا على هذه الورق ما يعني يروج ويرشح من المشهد الإسرائيلي الداخلي هو أن نتنياهو الذي زار جبهة الشمال اليوم وقدم ثناءه على القوات المقاتلة هناك وقام بمنقاشات حول حماية الشبهة الشمالية كما قال هو الآخر يتعرض ضغوطات داخلية حتى أن جالنت الذي يزور اليوم الولايات المتحدة منذ الأمس ويلتقي بأوستان وزير الدفاع ويلتقي بأنتوني بلينكين وزير الخارجية وبقيادات الولايات المتحدة الكل يصر على أن المسألة يعني لا أحد يريد أن يفتح جبهة في الشمال وبالتالي الأمور تصعب على بين يمين نتنياهو ولكن البحث عن انتصار قد يكون مكلف والرجل وحتى من الداخل الإسرائيلي سقور الإسرائيل في المؤسسة العسكرية أو المؤسسة السياسية من من تقاعد اليوم يقولون أنا لا نصر هاقاري الذي هو متحدث باسم الجيش الإسرائيلي يقول له بأن هؤلاء يعني ليس حزب وهو فكرة وساكنة وليمكن القضاء على هذه المقاومة أمام هذا اليأس هل يمكن أن نرى خطوة فيها الكثير من المراوغة كما حدث بضرب القنصلية الإيرانية في دمشق بأن تشتعل بالفعل جبهة الشمال ويضع بين يمين نتنياهو الولايات المتحدة أمام الأمر الواقع هو قلت على أن بين يمين نتنياهو سبق وأن ناور باستعمال ورقة الشمال وهو الآن يتحدث عن من خلال الحوار الذي أجره مع القناة 13 الإسرائيلية أشار بأن هناك سبع جبهات أن إسرائيل تواجه سبع جبهات وهو من خلال الخطاب هو يتبنى استراتيجية التهويل على اعتبار أنه يدرك على أن الأيباك في الولايات المتحدة أو جيستريت في الولايات المتحدة أو كل اللوبيات نافذة على المستوى القرار الأمريكي يمكن أن تقدم مساعدات كبيرة لإسرائيل وبالتالي توجه حامل الطائرات روزفلت إلى منطقة الشرق الأوسط والحديث عن حامل الطائرات الثانية هو يدخل دائما في إطار في إطار الاستراتيجية الأمريكية بطبيعة الحال مرتبطة ككل بالشرق الأوسط لكن فيما يتعلق بنيا من نتانياهو القلق واضح خلال فكرة القلق واضح حتى في تصريح زوجة بنيا من نتانياهو وفي تصريح نجد خيانة من نتانياهو بمعنى مخاوف نتانياهو هي أبعد من المستوى العسكري من المستوى الإنساني المخاوف مرتبطة بالمستقبل السياسي بإمكانية الإنقلاب وأن تأشرت إلى يولف غالانت قائد الأركان قائد الأركان الذي يزور الآن وزير الدفاع أستنف وهي زيارة لأي يام بمعنى أن حتى الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك أوراق ضغط وبطبيعة الحال قالتها صراحة أمريكا لا نريد توسيع رقعة السرع ولكن الوقت يداهمنا لذلك أريد أخذ ورد معك أمريكا مارست سياسة دفاعية لم تقم بمارسة سياسة هجومية بعد السابع من أكتوبر سنعطي المثال يعني أمريكا بريطانيا فرنسا حين سعدت إسرائيل سعدتها في إسقاط المسيرات والصوريخ الإيرانية لم تسعدها في قصف المطارات الإيرانية أو الموانئ الإيرانية حتى حين فرضت على بن يمين نتنياهو الحكومة الإسرائيلية عدم الرد واعتبار أن إسقاط هذه المسيرات والصوريخ هو انتصار أجاب إنسانياهو بنعم أي بلغة بلغة توازن الرعب بين سيجد نفسه والحكومة الإسرائيلية المنقسمة داخليا والتجنيد الذي يثير غضب الحريديم اليوم في إسرائيل والمسيرات المناهضة وأهل الرهائن إلى غير ذلك ومن لا يريد أن يعود للخدمة العسكرية ممن خاضى حرب غزة كل هذه الأمور تشكل عامل ضغط هذا إن أضفنا الترسان العسكرية لحزب الله الذي قال بأنها ستكون بلا سقف ولكن السؤال نتنياهو سيحسب ألف حساب لولايات المتحدة ولكن ماذا بعد أي ساحة للوغة بقيت في غزة من أجل أن يمارس فيها العملية العسكرية نحن نعود دائما إلى قواعد الاشتباك كما القواعد الاشتباك تحددها الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وليس إسرائيل والواقعية السياسية والعسكرية تفترض منا أن نأخذ بعين لاعتبار المعطيات البديهية المرتبطة أولا بإسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية من خلقت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من تحمي إسرائيل من تساعد عسكريا وسياسيا وما واقتصاديا إسرائيل ولكن اليوم نتنياهو يخاطب أمريكا أخرى أمريكا ربما ترامب بالمستقبل أمريكا الأيباك أمريكا اللوبيات الضغط إذن لكي لا تكون الأمور وكأن أمريكا تخطط وتضع الصغف لأن أمريكا من يقود اليوم هو جو بايدن لا ما أريد قوله هو أن الولايات المتحدة الأمريكية وكيف كان وكيفما كان موقع بن يامين نتنياهو داخل الدولة داخل الدولة الإسرائيلية أتحدث عن الدولة الإسرائيلية العميقة أتحدث عن الدولة الإسرائيلية المرتبطة تاريخيا المرتبطة بنيويا المرتبطة بالدولة العميقة الأمريكية المرتبطة بالأهداف الأمريكية بالإسرائيل ونتنياهو جزء لا يتجزأ من الدولة العميقة الإسرائيلية هو جزء لا يتجزأ لكن مع ذلك مصالح الولايات المتحدة الأمريكية أبعد من نتنياهو وبالتالي لا يمتلك شيك على بياد بن يامين نتنياهو وإن كان دائما يكرر على أنه يخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية أشكرك وبالتالي في نظري الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بإسرائيل هي حريصة جدا على مصالحها الجيوسياسية والجيوسراتيجية أكثر مما هي حريصة وتتجنب صراعا إقليميا قد ينفجر إلى ما لا يحمد عقباء وإن كان بن يمين نتنياهو يعرف أمريكا أكثر من الأمريكي نتنياهو درس في الولايات المتحدة اشتغل في سفارة إسرائيل في الولايات المتحدة وعاشر رؤساء ورؤساء وأيضا مؤسسات أمريكية مختلفة خبير الأزمات صحيح على مدى عقود من العمل السياسي شكرا جزيلا لك دكتور الحسنة خبير الباحث في العلاقات الدولية شكر مصول لكم مشاهدين الأعزاء على حسن المتابعة لكم أجمل تحية أينما كنت إلى اللقاء شكرا جزيلا لكم